على هامش اجتماع الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف عقد لقاء جمع بين وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر والمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا اللقاء المنعقد جاء بعد قرابة أسبوعين على صدور تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوذي وجهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وتوقيعها اتفاقية مع الأمم المتحدة وتكوين لجنة مشتركة للحد من تجنيد الأطفال كانت هذه أبرز الاعتراضات المتأخرة التي قال عسكر إن التقرير أغفلها ولم يشر إليها لكن الوزير الذي لم يرضه هذا التقرير قدم ملاحظات أخرى من شأنها تحسين صورة حليفه المفترض أمام العالم فقد اتهم فريق الخبراء بإغفالهم جهد التحالف في دعم الحكومة والشعب اليمني في الجوانب الإغاثية والإنسانية تأتي محاولة عسكر هذه كاعتراض ورد على ما قاله التقرير من أن التحالف والحكومة لم يتعاون مع فريق الأمم المتحدة التقرير الأممي الصادر اتهم السعودية والإمارات وميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية باستغلال غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية فضلا عن القتل والاحتجاز والتعذيب هذه جرائم الحرب التي يتحدث عنها التقرير بتفصيل كبير ورغم التصريحات والتحذيرات المتكررة التي أصدرتها المنظمات العالمية بأن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلا أن إعاقة وصول المساعدات إلى المحتاجين كانت إحدى هذه الجرائم التي ارتكبتها الأطراف بحسب فريق الخبراء الدوليين ملمحا إلى أنه تم اتخاذ وجوع المواطنين في اليمن كإحدى وسائل الحرب هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات التي ذكرها التقرير لم تكن لتستمر بحق أبناء الشعب لولا أن هذه الأطراف كانت مطمئنة إلى غياب أي إجراءات دولية لمحاسبتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر